السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شيماء علي في قناتكم محامية وافتخر قضية اسرة النهاردة بازن الله هنتكلم عن قائمة المنقلات الزوجية في قانون الاحوال الشخصية الجديد اخيرا انتصار للزوج في قانون الاحوال الشخصية الجديد المادة تسعة وعشرين والمادة تلاتين اللي بيتكلموا عن قائمة اعيان الجهاز اولا القانون ده لما يصدر هيلغي حبس الزوج بالقايمة معادش حاجة اسمها جنح التبديد الاختصاص بقى لمحكمة الاسرة بس ثانيا لو في اتفاق كتابي بين الزوج والزوجة ان لو في حالة الانفصال بتاخد الحاجات اللي هي جايبها بس مش هتقدر تطالب بالقايمة كلها هتاخد حاجتها فقط سالسا بتقدر حضرتك ترفق صورة من قايمة الجهاز دي في اسمة الزواج علشان لو الزوج زودت حاجات على الايمة بعد الانفصال وطلبت بيها بدل ما تطعن بالتزوير بتجيب الصورة اللي مرفقة في اسمة الزواج في المحكمة اخر حاجة المادة تلاتين لما القانون بيصدر ولايحته التنفيذية هتأكد كلامي الاول كانت الزوجة لما تغضب تشتكي بالقايمة القانون دلوقتي قال لك لأ علشان تشتكي بالقايمة لازم تكون مطلقة يعني مش وهي على زمته وعيشة معاه او غضبانة بتقدر تشتكي بالقايمة زي القانون الاحوال الشخصية القديم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس ولو لكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وهارد عليكم بازن الله مع السلام